المفردة الثالثة من مفردات رزية الخميس إنها مفردة الكتاب الذي تحدث عنه عمر فعمر بدلا من أن يذعن للذي يريده رسول الله توجه إلى كتاب الله كما يقول بالضبط مثل ما فعل إبليس إبليس رفض السجود لأبينا آدم وتوجه كي يسجد لله ولكن الله طرده والنبي فعل ذلك مع عمر وسائر الصحابة طرده عمر هكذا قال إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا حينما نعود إلى البخاري وإلى بقية الصحاح السنة إلى تفاسيرهم إلى كتب حديثهم عمر بن الخطاب عن أي كتاب يتحدث حينما يقول وعندنا كتاب الله حسبنا هذا يعني أن عمر كان ملما بكتاب الله وكان عارفا بأسراره ولذا فهو لا يحتاج إلى شيء من رسول الله رسول الله بلغهم الكتاب وعمر أحاط بأسرار الكتاب ولذا فإن كتاب الله حسبه كما هو يقول السؤال هنا عمر عن أي كتاب يتحدث عن الكتاب الذي لا يعرف منه حكم التيمم عمر ما كان يعرف حكم التيمم فإذا ما أجنبه كان لا يوصلي كان لا يوصلي ما زلتنا هذه ما أنا الذي أقول البخاري هو الذي يعدثنا البخاري من الطبعة نفسها التي قرأت منها ما قرأت في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة صفحة 72 كتاب التيمم الباب الرابع باب المتيمم هل ينفخ فيهما رقم الحديث 338 وهذا الحديث كرره البخاري كرره في 339 341 341 342 343 345 346 347 بسنده بسند البخاري 356 جاء رجل عن فلان عن فلان عن فلان جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء هذا في أيام خلافته جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنّا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وكانا قد أجنب فأما أنت فلم تصلي وأما أنا عمار بن ياسر يقول فتمعكت فصليت تمعك تمعك تقلب في التراب بكامل جسده تمعك تقلب في التراب لوث سائر جسده بالتراب وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي فقال النبي إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه التيمم ذكر في القرآن مرتين الوضوء ذكر مرة واحدة والآيتان واضحتان إنها الآية الثالثة والأربعون بعد البسملة من سورة النساء التي أولها يَا أَيُّهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَةَ إلى أن قالت الآية وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أو على سفرين أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عمار بن ياسر أيضا ما كان عارفاً بالموضوع فتمعك في التراب ولكنه صلى أما عمر فلم يصلي وغريب من بعض علماء السنة يقولون هذا مذهب خاص بعمر موجود هذا في كتبهم أي مذهب أي مذهب هذا جهل خاص بعمر أي مذهب خاص بعمر فهل يشرع عمر بما يخالف القرآن القرآن يقول للمجنبي إذا لم يجد ماء أن يصلي ولكن عليه أن يتيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم هذه الثالثة والأربعون هذه الثالثة والأربعون بعد البسملة من سورة النساء وهذه السادسة بعد البسملة من سورة المائدة آية الوضوء والتيمم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تفاصيلوا الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإن كنتم جنوباً فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذا هو حكم التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من من ذلك الصعيد الطيب من التراب الطاهر عمر الذي يجهل حكم التيمم في هذا الكتاب هو يتحدث عن هذا الكتاب أم عن كتاب آخر كيف يكون كافياً له وهو لا يحيط علماً به هو لا يعرف حكم التيمم أنا لا أقرأ من كتب معادية لعمر هذا هو صحيح البخاري عمر الذي يجهل معنى كلمة الأب وهي كلمة معروفة عند العراب وحتى لو لم تكن معروفة فإن القرآن قد فسرها في سورة نفسها إنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي من كبار علماء الشوافع المتوفى سنة 911 للهجرة وهذه الطبعة طبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى صفحة 385 سأقرأ من صفحة 386 بسنده بسند السيوطي عن أنس مع أن الحاكم النيشابوري ذكر الحديث وصححه فهو حديث صحيح والذي يصححه الحاكم النيشابوري إنما يصححه بحسب شرائط البخاري ومسلم عن أنس أن عمر قرأ على المنبر فأنبتنا فيها حبا إنها الآيات من سورة عبس وتولى هذه هي الآيات فلينظر الإنسان إلى طعامه أنّا صببنا الماء صبّة ثم شققنا الأرض شقّة فأنبتنا فيها حبّة وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وَحَدَائِقَ غُلْبَةً وَفَاكِهَةً وَأَبَّةً مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ وَفَاكِهَةً وَأَبَّةً الفاكهة لمن؟ للإنسان والأب للأنعام وفاكهةً وأبّة والعنوين السابقة واضحة أيضاً وفاكهةً وأبّة مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ عمر كان يقرأ هذه الآيات وهي واضحة الكلمة عربية العرب يعرفونها وحتى لو لم تكن هذه الكلمة معروفة فإذا ما قرأ الآيات وتدبر فيها فإن القرآن هكذا يقول وفاكهةً وأبّة مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ الفاكهة لنا والأب للأنعام إلى قوله وأبّة عمر قرأ هذه الآيات على المنبار قال كل هذا قد عرفناه ما تقدم ذكره من الآيات فما الأب؟ ثم رفع عصى كانت في يده فقال هذا لعمر الله هو التكلّف فما عليك أن لا تدري ما الأب؟ فما عليك أن لا تدري ما الأب؟ فاعملوا به وما لم تعرفوه فاكلوه إلى ربه أي كلام من هذا؟ أي كلام من هذا؟ هذا هو الذي يقول وعندنا كتاب الله حسبنا هو هذا الكتاب الذي هو حسبهم أي كتاب هذا؟ كتاب يجهلونه هؤلاء قطعاً قطعاً ما أعتقد به أنا أقول لكم هذه الحقائق في كتبكم مثلما وجدت الشيعة الذين هم قومي وآبائي وأجدادي منهم وجدتهم مضحكة عرفتكم أيضاً من أنكم مضحكة مثلما قومي مثلما أهلي وآبائي وأجدادي أنتم مضحكة أيضاً أنتم ضحك عليكم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وأئمة المذاهب والحكام والخلفاء إلى أن وصلتم إلى زماننا هذا والشيعة قومي وآبائي وأجدادي ضحك عليهم مراجع الدين مراجع الشيعة الذين تقدسهم الشيعة وتقول من أنهم نواب صاحب الزمان كذابون سفلة منحطون سراق بتمام معاني هذه الكلمات وأكثر أقرأ أيضاً من المصدر نفسه أن رجلاً سأل عمر عن قوله وأبه عن قوله تعالى وأبه فلما رآهم يقولون أقبل عليهم بالدرة بالعصى وكان يستعملها كثيراً ولقد ضرب بها الكثير من الصحابة حينما كان يقف لصلاة الجماعة يلتفت إلى الصف الأول فإذا وجد الصف الأول ليس منتظماً يضرب المصلين في الصف الأول وهم كبار الصحابة بالدرة حتى ينتظموا وهذا معروف عن عمر كتب التعريخ والسير في المكتبة السنية مشحونة بمثل هذه الوقائة عن أنس قال قرأ عمر وفاكهة وأبه فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الآب ثم قال ماه يخاطب نفسه ثم قال ماه أكفف ماه اسم مفعل بمعنى أكفف ثم قال ماه نهينا عن التكلف أي تكلف أي تكلف إنه جهل بالمفردات اللغوية للقرآن أي تكلف هذا عن أبي وائل أن عمر سئل عن قوله وأبه أبه عن قوله تعالى ما الأب ثم قال ما كلفنا هذا أو ما أمرنا بهذا هذا الرجل الذي مبلغ علمه هو هذا أنا لا أستطيع أن أبهل أن أعرض بين أيديكم الكثير من الوقائع الموجودة في المكتبة السنية التي تخبرنا عن جهل عمر وجهل الصحابة بكتاب الله لكنني أتساءل وأقول هذا الكتاب الذي يريد الصحابة أن يكون كافياً لهم ورفضوا الكتاب العاصمة من رسول الله لأن الرسول أراد أن يشخص لهم المفسرين الحقيقيين لكتاب الله كتاب الله يكفي الأمة ولكن لا بد أن يفسر تفسيراً حقيقياً كما يريد الله النبي الأعظم أراد أن يكتب في الكتاب العاصم لهذه الأمة أسماء المفسرين الحقيقيين المجازين من قبل نفس المؤلف نفس الذي صدر منه الكتاب أقول هذا على سبيل التشبيه هذا القرآن من الله وهو أجازة لمجموعة من المفسرين منحهم الإجازة العلمية لتفسيره النبي أراد أن يثبت الأسماء في ذلك الكتاب لأنه يعرف جهل الصحابة بكتاب الله وهذه المصادق بين أجدكم نذهب إلى فاصل الكتاب الذي هو حسبكم مثل ما يقول عمر هل هو هذا الذي تحدثنا عنه عائشة إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من سنن ابن ماجة المتوفى سنة 275 للهجرة وهذه الطبعة طبعة داري الكتب العلمية بيروت لبنان إنها الطبعة الثانية 2009 ميلادي صفحة 466 من الباب السادس والثلاثين من كتاب النكاح رقم الحديث 1944 بسنده بسند ابن ماجة عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم باعتباري أن المصحفة الموجودة بين أيدينا الآن ما فيه من آية تتحدث عن الرجم الذي هو حد من حدود الزنا لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سرير رضاعة الكبير 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 الرجل الكبير عليه أن يمص ثدي المرأة لعشر مرات حتى يصبح ولدا لها من الرضاعة هذا هو الذي تتحدث عنه عائشة لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري نزلت نزلت فكانت جزءا من القرآن يعني أن رضاعة الكبير كانت مذكورة في القرآن لكنها هل نسخت لم تنسخ إذن أين ذهبت هذه الآيات عائشة تقول فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها يقولون شات يقولون ماعز بالنتيجة هناك حيوان أكلها مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية علسها العجل هذا يقولون علسها العجل علسها العجل القرآن علسها العجل بحسب عائشة سنن ابن ماجة من الصحاح من الصحاح المعروفة أليس هناك مجموعة من الكتب يقال لها الصحاح الستة أحدها سنن ابن ماجة هكذا عائشة تقول لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري جزء من القرآن أو كان القرآن ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها علسها العجل هو هذا الكتاب الذي يكتفون به هذا الكتاب الذي علس العجل ماذا تقولون أنتم أم هو هذا الكتاب الذي نسيه رسول الله نسي سوره وآياته البخاري يقول أنا أقرأ عليكم من صحيح البخاري صفحة أربعمية أو ستة وستين إنه كتاب الشهادات هذا هو الباب الحادي عشر رقم الحديث الفين ستمية وخمسة وخمسين بسند البخاري عن هشام عن أبيه عن عائشته رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد النبي سمع رجلا من عامة المسلمين يقرأ في المسجد يقرأ قرآنا فقال رحمه الله النبي يدعو لهذا الرجل من حسن حظه وإلا لكان النبي قد لعنه من دون سبب أو سبه أو شتمه وبعد ذلك يطلب من الله أن يجعل ذلك وسيلة ل قربته ورحمة به من حسن حظه فإن النبي ترحم عليه فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية آية أسقطهن من سورة كذا وكذا أي نبي النبي أسقط تلك الآيات لأنه كان قد نسيهم أي نبي هذا كل هذه الأوصاف التي مرت أوصاف سيئة في رسول الله لكن أسوأ الأوصاف هذه أن يكون ناسياً لقرآنه عائشة هي التي تخبرنا سمع النبي رجلاً يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آيتان أسقطهن من سورة كذا وكذا إذن أول محرث للقرآن هو الرسول نفسه بحسب البخاري أنا أقرأ من البخاري إذا كانت كل هذه الروايات ليست صحيحة إذن لماذا تسمون هذا الكتاب بصحيح البخاري وإذا ذهبنا إلى بقية الأحاديث فالحال نفسه إذن لماذا تسمونه بصحيح البخاري إذا كانت هذه الروايات صحيحة فأي دين هذا وأي نبي هذا إنكم تدينون بدين آخر لا علاقة له بدين محمد صلى الله عليه وآله وهذا النبي الذي تعتقدون به ما هو النبي الذي بعثه الله هذا نبي آخر لا ندري من الذي اصطنعه لكم سلوا أنفسكم سلوا أنفسكم هذه الأسئلة هذه الأحاديث صحيحة وما يدريكم أن بقية الأحاديث هي أحاديث صحيحة أمنياً ما تجيبونها تطلع عوج لماذا؟ لأن القضية بنيت على عوجاج منذ بدايتها وما بني على الفاسد سيكون فاسداً قطعاً من دون أدنى مواربة ومن دون أدنى شك سنقرأ أيضاً وفي صحيح البخاري لازلت أقرأ عليكم صفحة تسعمية وسبعة وعشرين الباب السادس والعشرون عنوانه باب البخاري نسيان القرآن إلى بقية العنوان رقم الحديث خمست آلاف وسبعة وثلاثين عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا رقم الحديث خمست آلاف وثمانية وثلاثين عن عائشة قالت سمع رسول الله رجلاً يقرأ في سورة بالليل في وقت الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا رقم الحديث خمست آلاف واثنين واربعين فأنا لا أقرأ حديثاً واحداً هذه حديث أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي قارئاً يقرأ من الليل في المسجد يقرأ من الليل يبدو من سورة الليل قارئاً يقرأ من الليل في المسجد أو أنه يقرأ من الليل في وقت مقتطع من الليل في وقت من الليل قارئاً يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا النبي أسقطها لأنه كان قد نسيها ما هذا النبي الذي ينسى وحيه وينسى قرآنه هذا النبي الذي يشكك في نبوته ويحاول أن ينتحر هذا النبي الذي يسحره السحرة بحيث يتصور أنه يأتي نساءه وهو لا يأتي نساءه ما هذا النبي الذي لا يعرف أحوال زوجته ما هذا النبي الذي يهذي ويهذي ويهذي أي نبي ينادى هذا هو نبي البخاري هذا هو نبي عائشة هذه أحاديث عائشة هذا هو نبي عمار ونبي أبي باكر هذا هو نبي سقيفة بني ساعد نذهب إلى فاصل وماذا نقرأ في البخاري أيضا في الطبعة نفسها صفحة تسعمية واحد وعشرين من كتاب فضائل القرآن إنه الباب الرابع رقم الحديث أربعة آلاف تسعمية أو تسعة وثمانين بسنده بسند البخاري عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد ابن ثابت قال أرسل أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه أيام خلافته قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله فاتبع القرآن فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصار لم أجدهما مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم إلى آخر الآية زيد ابن ثابت بأمر من أبي بكر أخذ يجمع القرآن فما وجد سورة التوبة بحسب ما يقول كاملة عند أحد من الصحابة هذا يعني أن سور القرآن كانت ناقصة عندهم فكيف يكون القرآن كتابا كافيا لهم وهم وهم لا يحيطون بألفاظه فضلاً عن الإحاطة بعلمه وأسراره ومعارفه أقرأ الحديثة الخبر مرة أخرى إن زيد أرسل أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحية لرسول الله فاتبع القرآن اتبعه عند الصحابة فتتبعت حتى وجدت آخرة سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره فأي كتاب هذا الذي هو حسبه الذي لم يكن كاملاً وموجوداً عندهم بحسب أحاديث البخاري هذا الكتاب الذي يتحدث عنه عمر الذي يجهل منه من نفس الكتاب حكم التيمم وما كان يصلي بحسب البخاري عمر الذي يجهل معنى كلمة الأب والقرآن قد شرحها في الآية التي بعدها وفاكهة وأب متاعاً لكم ولأنعامكم الذي يجهل هذه الأمور البسيطة كيف يكون ملماً بالقرآن حتى يقول من أن كتاب الله حسبنا هذا الكتاب الذي أكله الداج أكلت آياته وما بقيت إلى يومنا هذا ذهبت في بطن الشات في بطن الماعز الذي أكل القرآن هذا الكتاب الذي أسقط آياته رسول الله ثم تذكرها بسبب قارئ من عامة المسلمين نحن لا نستأمن رسول الله على قرآنه كيف نستأمن زيد بن ثابت أو نستأمن عمر أو أبا بكر بحسب البخاري إذا كان رسول الله يسقط الآيات لأنه لا يتقن حفظها فكيف نستأمن عمر وأبا بكر ما هذه الحقائق موجودة بين أيديكم أنا ما قرأت من كتاب من الكتب التي تكذب عليكم هذا صحيح البخاري أقرأ عليكم حديثا من الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي من كبار أئمة الشوافع المتوفى سنة تسعمية وحدعش للهجرة وهذه طبعة طبعة دار الفكر بيروت لبنان الطبعة الأولى 1999 ميلادي 1420 هجري قمري هذا هو الجزء الثاني صفحة 332 لأن الترقيم استمرار للجزء الأول هذه الرواية عن عائشة بسنده بسند السيوطي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي مئتي آية مئتان مئتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن عدد آيات سورة الأحزاب في المصحف الآن 73 آية هذا هو عدد آياته عائشة هي التي تقول كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي مئتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن الروايات كثيرة هنا بمثل هذا المضمون وأشد لكنني أخذت منها مثالا يمكنكم أن تعود إلى الجزء الثاني من كتاب الإتقان في علوم القرآن وهو من الكتب السنية الشهيرة المعروفة التي ألفت في الشأن القرآن لجلال الدين السيوطي ستجدون الكثير والكثير من هذه الروايات والمضامين في الجزء الأول وفي الجزء الثاني على حد سوى هل هذا هو القرآن الذي يكون كافيا للأمة بحسب هؤلاء الصحابة الذين لا يحفظون ألفاظه ولا يدركون حقائق معانيه أصلا لا يعرفون أحكامه ما هي هذه الوقائع والحقائق بين أيديكم فأنا لا قرأت من كتب الخوارج ولا من كتب الشيعة والروافض ولا من كتب النصارى واليهود هذه كتبكم كتب السنة وإنني لأقرأ من صحيح البخاري وصحيح مسلم ولذا فإنني أتساءل وأقول من أن عمر حين قال إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا بهذه الطريقة فأيكت طريقة هذه إبليس حينما أراد أن يسجد لله كان عارفا بالله وكان عارفا بأحكام السجود لكنه ما أراد أن يسجد للجهة التي يريدها الله عمر هنا جاهل بكتاب الله الصحابة هنا جاهلون بكتاب الله هذه الحقائق موجودة إلا أن تقولوا من أن الأحاديث هذه ليست صحيحة إذن لماذا تسمون البخاري صحيحا بقية الأحاديث ما هو حكمها هذه الأحاديث عن عائشة والأسانيد صحيحة بقية أحاديث البخاري ما هو حكمها إذا أسقطتم هذه الأحاديث أنتم في مشكلة في مشكلة عويصة مشكلتكم بالضبط كمشكلة مراجع حوزة النجف وكربلاء مشكلتهم في مذهبهم الطوسي القذر ومشكلتكم في دين سقيفة بني ساعدة سقيفتان ملعونتان سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي إذا أردنا النجاة علينا أن نتمسك بدين محمد الذي هو دين العترة الطاهرة وبهذا أمرنا أن نتمسك بالكتاب والعترة فإنهما سيكونان ضمانا لنا أن لا نضل أبدا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا حتى يرد علي الحوت هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نذهب إلى فاصل مثلما قال الصحابة من أن كتاب الله حسبهم أنتم تقولون أيضا ترددون هذا الكلام أنا أسألكم هل قرأتم الآية الحادية والستين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران وهل تعرفون معناها أو لا وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي أن يغل أن يغل أن يسرق وما كان لنبي أن يسرق ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ومن يسرق يأتي بما سرق يوم القيامة ماذا تريد الآية أن تقول هل قرأتموها هل تدبرتم فيها وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة إنهم أصحاب بدر اتهموا النبي صلى الله عليه وآله بأنه سرق قطيفة حمراء من الغنيمة هذا اتهام لرسول الله من قبل أصحاب بدر ولذا فإن الأحاديث التي تقول من أن الله رضي عن أصحاب بدر ليس عن جميعهم هذه الثقافة من أن فلانا بدري وإذا كان بدري لا قيمة لهذا فإن من البدريين من اتهم رسول الله بأنه سرق قطيفة حمراء من الغنيمة وما قيمتها ما قيمتها قريش في بداية أمره أعطته كل الأموال ورفض ذلك فهل كان رسول الله يبحث عن الأموال أموال خديجة الطائلة والهائلة أنفقها أنفقها على المسلمين النبي الأعظم يسرق قطيفة حمراء القطيفة الحمراء هي نوع دثار كعباءة يكون لها خمل تكون سميكة وقد تكون فراشا أيضا هناك نوع من الأفرشة يقال له القطيفة القطيفة قد تكون فراشا وقد تكون دثارا كعباءة غير مخيطة بالنتيجة قماش قماش له خمل هذه هي القطيفة الحمراء قطعة قماش باللون الأحمر ماذا يصنع بها رسول الله حتى يقوم بسرقتها الصحابة هم الذين تهموا البدريون الذين كانوا في بدر هذا موجود في كتب السنة وفي كتب الشيعة هذا الدر المنثور الجزء الثاني من طبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل صفحة ثلاثمية وثمانية وثلاثين بسنده عن ابن عباس قال فقدت قطيفة حمراء يوم بدر مما أصيبه من المشركين من الغنيمة فقال بعض الناس بعض الناس من أين جاءوا لا يوجد في المكان إلا البدريون إلا أن نتهم الملائكة والذين انتهى عملهم ورجعوا إلى السماء إلا أن نتهمهم هم الذين اتهموا رسول الله بأنه حرام أو أن قوما نزلوا من المريخ من أين جاء هؤلاء الناس هم من البدريين فهذه الأحاديث التي تمدح البدريين تمدح مجموعة منهم إنها تمدح علي ومن هو في مدار علي لا تمدح جميع البدريين فقدت قطيفة حمراء يوم بدر مما أصيب من المشركين فقال بعض الناس لعل النبي أخذها لعل النبي أخذها سرقة هذا هو المراد لعل النبي أخذها فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل أن يسرق نزلت هذه الآية في براءة النبي في تبرئته من السرقة التي اتهمه بها البدريون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة والغلول هو السرقة سرقة الغنيمة فقدت قطيفة حمراء يوم بدر مما أصيب من المشركين فقال بعض الناس لعل النبي أخذها فأنزل الله ما قرأت عليكم من سورة آل عمران هذا هو الجزء الأول من أمالي الصدوق المتوفى المتوفى سنة 381 للهجرة هذه طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية صفحة مية وثمانية وستين الحديث الثالث حديث طويل بسنده بسند الصدوق عن صالح بن علقمة حديث يدور فيما بينه وبين الإمام يقول فقلت للصادق عليه السلام يا ابن رسول الله إن الناس ينسبون نا إلى عظائم الأمور ينسبون أتباع إمامنا الصادق إن الناس ينسبون نا إلى عظائم الأمور وقد ضاقت بذلك صدورنا فقال الإمام يا علقمة إن رضى الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط وكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحجج الله عليهم السلام الحديث طويل إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ألم ينسب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله إلى أنه شاعر مجنون ألم ينسبوه إلى أنه هوى امرأة زيد بن حارث فلم يزل بها حتى استخلصها لنفسه ألم ينسبوه يوم بدر إلى أنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتى أظهره الله عز وجل على القطيفة وبرأ نبيه صلى الله عليه وآله من الخيانة هو أحدهم أحد صحابة كان قد سرق القطيفة ما اتهموا بعضهم اتهموا رسول الله هؤلاء هم البدريون ألم ينسبوه يوم بدر إلى أنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتى أظهره الله عز وجل على القطيفة وبرأ نبيه صلى الله عليه وآله من الخيانة وأنزل بذلك في كتابه وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ألم ينسبوه إلى أنه صلى الله عليه وآله ينطق عن الهوى في ابن عمه علي عليه السلام حتى كذبهم الله عز وجل فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى فعلي هذه الآية في أصلها فعلي لأنهم كانوا يقولون من أن النبي ينطق فعلي عن هواه لأنه ابن عمه ألم ينسبوه إلى أنه صلى الله عليه وآله ينطق عن الهوى في ابن عمه علي حتى كذبهم الله عز وجل فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الحديث طويل الحديث طويل وأنا أقول للذين يبحثون عن الحقيقة توقعوا الكثير من هذا يقال في حقكم لا بد أن تستعدوا كي تدفع ضريبة الحقيقة منذ أكثر من أربعين عاما ما تركوا شيئا إلا وقالوه عني ولكنني لا أعبأ بهم ولا بما يقولون إنني قد تدرعت بصبر تعلمته من علي تدرعت بصبر تعلمته من الزهراء تدرعت بصبر تعلمته من الحسن المجتبى تدرعت بصبر تعلمته من الحسين الذي كان يقول في يوم الطفوف لأصبر لأصبر حتى يمل الصبر من صبري إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة لابد أن تتدرع بالصبر وإلا فإن أمركم إلى خواء وإلى فشل لأن الشيطان سيهيج أتباعه عليكم من كل مكان كي يحول فيما بينكم وبين الوصول إلى الحقيقة هذا هو طريق الحق الذي يقول عنه علي لا تستوحشوه وإن قل سالكوه طريق الحق طريق مر طريق عذاب وألم طريق اعتصار نفس طريق الغربة إنها الغربة في الوطن والغربة بين الأهل والأصدقاء إنها غربة العقيدة وغربة الدين مثلما بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا فطوبا للغرباء ويا كامل المؤمن غريب المؤمن غريب المؤمن غريب فطوب للغرباء وقت الحلقة صار طويلا لكن تذكروا هذه الفضيحة إنها فضيحة القطيفة الحمراء حينما قالوا عن رسول الله بأنه يهدي لقد قالوا قبل ذلك هم هم نفسهم قالوا بأنه حرام بأنه سارق وقالوا 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 هم هم القوم هم هم